معي عبر الأقمار الصناعية مراسل أخبار الآن في درعة وريفها محمد الحوراني محمد مساء الخير كل التطورات التي يمكن أن نعرفها في درعة نعم مساء الخير ما تزال الهدنة سارية المفعول في المناطق الجنوبية في محافظة درعة ومحافظة القنيطرة وشرق محافظة السويداء الهدنة ما زالت مستمرة دون تسجيل أي خروقات تذكر ولكن هناك قلق حذر في درعة البلد حيث تقوم قوات النظام بقصف هذه المنطقة بقذافة هاون منذ الأمس بشكل متقطع وهذا يسجل خرق لقوات النظام بالإضافة إلى احتدام المعارك الشرقي محافظة السويداء ما بين قوات المعارضة والميليشيات الإيرانية أدت إلى تهجير تقرابة السبع قرى وبلدات وصلوا إلى محافظة درعة ليلة الأمس بعد مسير ثلاثة أيام في العراق قابلت بعضا منهم في الساعات القادمة سنوفيكم بالتقرير حول هؤلاء ولكن الهدوء يعم الجنوب السوري بشكل عام فعندما نتحدث عن محافظة درعة وبالتحديد درعة البلد التي كانت طيلة الأشهر الثلاثة الماضية أو الأربعة كانت تشهد معارك عنيفة اليوم هي جبهة هادئة من كافة الأطراف بالإضافة وصولا إلى محافظة القونية ترى أيضا عندما كانت مدينة البعث أيضا تشهد معركة ما بين قوات المعارضة وقوات النظام في الأيام الماضي قبل سريان الهدنة في المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا اليوم هي جبهات هادئة هذا بالنسبة للتطورات بما بخص الهدنة ولكن هناك أما بالنسبة للمدنيين والأهالي في محافظة درعة والمحافظات الجنوبية هناك نظر التفاول لاستمرارية هذه الهدنة كي يعيشوا بأمن واستقرار فبعض المناطق التي كانت تشهد الأيام الماضية معارك وقصف عنيف اليوم يعود إليها الأهالي لترميم ما تبقى من منازلهم وآخرين يقومون بإخراج ما تبقى من أمتعتهم من تحت الركام وهنا أتحدث بالتحديد عن مخيم درعة أتحدث عن حي المنشية أتحدث عن حي درعة البلد بشكل عام الهدنة ما تزال سرية المفعول هناك اتزام من كافة الأطراف ولا سيمة في الجبهة الجنوبية في هذا الاتفاق الذي أبرم الأحد الماضي هذا بالنسبة للتطورات الإنسانية والعسكرية في محافظة درعة والمحافظات الجنوبية سنطابع موضوع الهدنة وخاصة أنه يحكي عن هدنة ثانية ماذا يمكن أن نعرف فيما يتعلق بالمعارك مع داعش؟ هناك في منطقة حوض اليربوك في ريف درعة الغربي هناك تجهيز لفصال المعارضة في الجبهة الجنوبية لعملية عسكرية ربما تكون خلال الساعات القادمة لاجتثاث هذا التنظيم في تلك المنطقة فأصبح هناك تذمر واضح من قبل الأهالي في ريف درعة الغربي من وجود هذا التنظيم كما ذكر القصة الذي عرضت أمه قبل قليل هناك تأثير على الزراعة هناك تأثير على المتنفسات للأهالي فبحيرة تمزيريب هي جفت بسبب سيدرة التنظيم على منابع المياه في حوض اليارموك وأيضا هناك سيطرة على سد عدوان فهذا الأمر كله جعل من المدنيين في ريف درعة الغربي يتذمرون من وجود داعش ويسعون إلى الضغط على فصال الجبهة الجنوبية وخاصة بعد حدوء الجبهات ضد نظام بأن يسعوا إلى تخليص الريف الغربي من هذا التنظيم الذي أثر على زراعة أثر على حياة المدنيين الجدير بالذكر ميسون أن سكان ريف درعة الغربي بشكل عام هم يعتمدون في معيشتهم وفي حياتهم اليومية على الزراعة فاليوم هي زراعة متراجعة جدا في ريف الدرعة الغربي كما ذكرت لكي أن بسبب سيطرة التنظيم على موارد المياه ولسيما في سد الوحدة في وادي جلين في سد عدوان في منطق تدسين هناك منابع مياهية التنظيم يسيطر عليها ويقوم بتخريبها شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات عبر الأقمار الصناعية كنت معنا مراسل الأخبار الآن في دارعة وريفها محمد الحوراني